تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 855 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 602 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 188 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 343 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال البيع بأسعار أعلى لمواد البناء تم ضبط 50 طن حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 982 قضية من بينها 204 قضايا لخبز ناقص الوزن و175 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأعلى من السعر الرسمية تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 162 طن